لكن مع ذلك في هذا الوقت اللي أطلقوا عدد وليس الكل بالعكس الجزء الأكبر ما زال مسجون ما زال رهينة ما زال أسرع من المحتمل أن يتم إطلاق عدد أخرى غدا وعلى رأسهم أخونا كريم طابو وأخونا فضيل بمالة وآخرين من الأحرار ربما من المرجح أن يتم ذلك غدا لكن ليس مؤكد ليس مؤكد خاصة مع أخبار من أنهم أقدموا اليوم في خبر يقول بأنهم أقدموا على اعتقال ثلاثين شاب للمثول أمام ما يسمى بوكيل جمهورية عينتم وشونت استدعاء ثلاثين ناشط في الحراك للمثول أمام وكيل جمهورية يوم الأربعاء 8 جونفي تهمة تحريض على التجمهور ما زال عبث هذا في الوقت الذي كانوا يصرون على إطلاق صراح عدد هائل طلقوه نهار الخميس مساء والجمعة نهار الأربعة مساء والخميس الآن يعتقل آخرين ولذلك تشعر وكان هناك دولتين وكان هناك جناحين جناح يريد أن يتخلص من الإرث الثقيل هذا اللي ورد فيها الجماعة قاية صالح وجناح يريد أن يجدد المعركة مع الشاب وجدناها هذه في هذا الآن هذا فيما يتعلق بالثلاثين ناشط هذا اللي استدعي في عينتم وشونت وجدناها في أماكن أخرى أيضا هناك استدعاءات وهناك اعتقالات ووجدناها في موضوع البلطجية موضوع البلطجية مثلا البرش ولكن ليس غير البرش الآن جاءت الأخبار تيارت السعيدة الجلفة في أماكن تظهر البلطجية هكذا وكأنها تظهر أو تنشق عليها الأرض هذا أقل التحاليل في الموضوع هذا هو أن هناك أكثر من جناح وأن هذه الأجنحة متصادمة ومتصارعة حول إدارة البلاد البعض يريد أن يتخلص من الموضوع البلطجية لأنه يعرف تبون شخصيا يعرف بأن هذا الأمر يضر به شخصيا ويضر به كثيرا باعتباره ما يسمى برئيس الجمهورية وآخرين داخل العصابة يحركون في البلطجية مما يثيرون القلق والقلاقل إذن من هي؟ هل هي جهة مركزية ضد جهات محلية؟ أم أنها جهات مركزية متصادمة ومتصارعة أعطت تعليمات للجهات المحلية؟ هذا هو المرجح هذا هو المرجح يبدو أننا ليس لديهم اتفاق نهائي أو على الأقل لم تصل التعليمات نهائيا لدولة الحنوشة خاصة لمسؤولي المخابرات على مستوى البلاد ترجمة نانسي قنقر